الإمام الحسن البصر رحمه الله جاءه رجل يشتكي الفاقة يعني الفقر فقال استغفر الله وجاءه شخص آخر يشكو عدم الإنجاب قال له استغفر الله وجاءه ثالث يشكو جفاف بستانه فقال له استغفر الله فقال أحد الحاضرين كل من جاءك تقول له استغفر الله قال لم أزد على القرآن وتل الآية فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ولهذا أهل العلم يقولون مرأة يعني أمورهم في ضعف فليستقبل الاستغفار وليكثر منه